في ظل الوضع الهش سياسيا واقتصاديا في العراق تجد حكومة السوداني نفسها في قلب دوامة الصراع الصيني الامريكي على النفوذ في الشرق الاوسط حيث تسبب الصراع هذا في انهاك العراق داخليا وتحويله الى ساحة لتصفية الحسابات صراع القطبين العالميين تعاملت معه حكومة بغداد وفق مبدأ الانحياز للطرف الدولي الضامن لاستمرار النظام السياسي الحالي ورموزه في الحكم فكانت البداية من تأييد مشروع الحزام والطريق الصيني مرورا بتأييد المصالحة المفاجئة بين السعودية وايران وصولا الى مشروع طريق التنمية الذي يشق طريقه من اراضي العراق باتجاه تركيا ثم اوروبا يكشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى ان سياسي العراق يغازلون الصين منذ توقيع الاتفاقية الصينية الايرانية طويلة الامد والتي دللت على تمدد بكين ووصولها الى حدود العراق وفي المقابل دفع التراجع الملحوظ في ردود افعال امريكا على الزحف الصيني باتجاه حكومة السوداني لاعلان مشروع طريق التنمية الذي يقول خبراء اقتصاديون انه امتداد لمشاريع بكين المتمثلة بالحزام والطريق ما يعني اعلانا حكوميا لفتح باب العراق سياسيا امام الصين لا سيما بعد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 53 مليار دولار عام 2022 بحسب السفارة الصينية في بغداد لكن الواقع يؤكد ان حكومة بغداد لن تستطيع الالتزام بتنفيذ تفاصيل مشروع طريق التنمية الضخم حيث البنية التحتية منهارة والخدمات الاساسية شبه منعدمة والهشاشة الامنية تلقي بظلالها على البلاد وقيمة الدينار العراقي في انحدار مستمر كما ان موازنة العراق السنوية ريعية يرتبط مصيرها بسعر النفق ما يشكل وضعا اقتصاديا غير مستدام لدولة تتحدث عن الاستثمار في مشاريع الاعمال الكبرى بحسب معهد واشنطن وعلى الرغم من ان مشروع طريق التنمية كان ينبئ بنمو اقتصادي ملموس للعراق في حال تم انجازه الا ان المشروع نفسه قد يدفع الدول المستفيدة من سوء واقع العراق لمعارضة تنفيذه ومن بين تلك الدول ايران التي تخشى على مصالحها الاستراتيجية في المقام الاول ترجمة نانسي قنقر